والله حتى الحكرة وبرب جزائر كد منع المغرباء من دخول سورة بالجزائر وكدقون نهضة بركان والله لدخلت بهالتيشورت وبرب ولكن فوز القجاع كيوجد نشي حاجة هربا كم معرفين انه نهضة بركان باطل كونفيتر الإفرقية العاملي فات هاد العام وصل النصف النهائي ومعامل طاح ظهرنا طاح بعد اتحاد الجزائر والمبارة الذهاب كانت على التلاب نهار الهات يعني الحاد الهاتر ولكن الجزائر كدقلوا الله لدخلوا هاد اللعابة خصوصا اذا لبسو هالتيشورت وحاليا بالباب المغرب والجزائر كما عارفين ان فوز القجاع بركاني وما غاديش يسكوت لحقه وكيوجد نشي حاجة هربانة وفي هاد الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل كاملة لعليك غير تكمل معي الفيديو حتى اللخر كمل معي الفيديو حتى اللخر باشتفى بكل شي وما تنساش تخلي معك واحد لك ودر هاشتاك صحرامغريبية وقبل ما نبدأ ونخليكم مع شركة باري بلوس هاد الشركة جديدة دخلت المغرب وتقدر تلعب فيها بعض الالعاب ودربح من النم طبعاً وتقدر تشجع الفرق ديالك ودربح من النم طبعاً أو تاني وكي مزفت الالعاب تقدر تلعبين فهنا كاللعاب لعبة كراش كاللعاب صراحة تكشي ناضي ساعة ساعة كنربح ساعة ما كنربحوا شي مهم وتقدر تشجع الفرق ديالك في جامع الريادات كيمكندير انا دابا جامع الفرق دربح من النم أي حاجة يعني أبليكاسيون سهلة بزاف صراحةً وهان مش الربح طالع وتقدر تلعب حتى على البطاقات الحمراء والصفراء مهم فيها جامع طرق الربح وطريقة التشجيل سهلة بزاف عن خليكم الليان في أول تعليق ولا في الوصف مهم خاصتك تدخل كود برومو منصف باش تربح الفين وخمسمائة درهاق وطرق الدفع والاستلام في هات الشركة بحركة شفلوس والتجارية وفا بونك وبانك ليك وحتى باري البانك نهضة بركان حاليا تأهلت لنصف النهائي كأس الاتحاد الإفريقي يعني كونفيدرالية الإفريقية وكما عارفين أنه نهضة بركان هي البطلة دي العمليفات يعني العمليفات هي اللي حصدت هاد اللقب وخش جامع الفرق احترموها ولكن خدنا ما احترموهاش والسببات؟ السبب هات تي شورت هذا في هالخريطة دي المغرب الززائر قد قلوا الله ما يدخلوا به هات تي شورت وبالرب يا غادي حرقوا هات تي شورت إيا ما كانش اللاب ولكن اللاعبي اللي النهضة بركان مصرين على البقاء يقولوا الله حتى اللعبوا به هات تي شورت حيت دور المجموعات والإقصائية كاملة وحنا كنلعبو به هات تي شورت وحتى الاتحاد الإفريقي ووافق عليه نلعبو به هات تي شورت وحتى الفيفا ما قالت والو على هات تي شورت في الخريطة دي المغرب ولكن من اللي وصلت عند خطنا قالوا وحجوا اللاعبين حاليا اللاعبين محبوسين في المعطر نهواري اللي كيفل زازائر وكيقولوا لهم ما كيلا دخل أخرج وما كيلا مكلان لنعمة عاد بقوا هنا في المطار حتى نشوفوا شني عادي وقع والمباراة مبقى الأول وبقى ليومين سبت لها المباراة عاد كون دهل حد وانتو ما عارفين أن مباراة دهب عاد تلعاف الجزائر ولكن المباراة في أيام فين عاد تلعاف في المغرب وانتو ما عارفين المغرب أملي كي تحدو كي رجعوا الجسد واحد طنجاوة كي تحدو مع ترقوان راجاوة كي تحدو مع الويدادين بركانيين كي تحدو مع الوجديين كي تجمع الجمهور المغربي أعود بالله من الجمهور المغربي وانتو ما عارفين أن كاس إفريقي 2025 عايت تلعاف في المغرب يا عتسيسوا معانا وتسلتوا يا والله لا دخلتوا بلدنا العليماجي حتى كاس إفريقي يا والله حتنحرموهم منكم والاتحاد الجزائري لكرة القدم ديما كي دير هكا كي دخل السياسة في الكرة وانتو ما عارفين أن كل ما تفسدوا السياسة تصلحوا كرة القدم ولكن الجزائر كتدخل كرة في السياسة ومن ديما ماشي أول مرة وصف لا مع المنتخب أقل من 17 سنة لا مع الويداد البيضاوي وحتى مع المنتخب المغربي المحلي العاملي فاللي ما خلوناش اللعبوا مرة وقالوا أن والله لا دخلتوا من البلاد وبالزفد الناس عيد ذكروا معايا أن المنتخب المغربي طلبوا زوج الجزائر باش يفتح الحدود الجوية يعني الجزائر في ذلك الأيام كتقول المنتخب المغربي عدوز من المغرب بالإسبانيا من إيطاليا وإ diary تونس وعادش التطيار الإيطال لتونس ليس بأن المغرب وللتونس عادد رسالة جزائر لكن الطائرة المغربية لا تفيدffer جزائر أو زوجها ورحب إيطال ال Harvard لا تت fazer to makefund ولكن الجزائر لم يتو Sierra و wyglądaكبر لدخل من هنا قال حايداته لا من هنا. وقالت لا الله لديته. سالة المباراة بدربة الترجيح والصيني قال كتفوز بكس إفريقيا للمحليين. والمنتخب المغربي اذا كان شارك في ذلك الفترة الكس كان عايقون دياله. ولكن الزهر ما كان شي وحتى اخوتنا ما بغونيش. وحتى العمني فات المنتخب المغربي اقل من 17 سنة التظلم صراحة. خصوصا في المباراة النهائية. من اللي الجزائر كانت بدت الكس وناضت بيناتهم. حتى الجمهور بدك يتحامل. المهم دك الشي قبيح صراحة. وحتى الويداد من اللي كانت مشابة للجزائر شحل هذه التظلمات. المهم بزاف ديال الحوايج السياسة كانت تخلف الكرة وهذا شي ما خصناش نشوفه صراحة. حيث احنا والجزائريين خصنا نكونوا خاوة خاوة. ولكن السياسة كانت ميد بينتنا العدوة. وكاس إفريقيا الفين وخمسة وعشرين اللي اللي نلضم في المغرب. حتشوفه وجه تاني. نجاوي التطواني الكازاوي المراك شي اقادير كل شي عاية تاحد ما بعطيته. وغايتساوي جمهور المغربي. معي تماشي جمهور رجاوي للويدادي. جمهور المغربي وديما مغرب. بالبلود تعليق اشتاك ديما مغرب في التعليقات اخوتي. المهم حاليا فوز القجاع دار الخدمة دياله ورسي طالب من الفيفا باش تدخل في هذا الموضوع. وحاليا المغرب كيستنى الفيفا باش تدير شي حركة. وغنشوفه واش نهضة بركان غادلعب هالتيشورت في هره المغربية مكمولة ولا مغادلعبشي به ولا صافي ما عدلعبشي مع الجزائر بالمرة ولا غاديد نساهب. في السواع القليلة الاتية غادي نعرفو هادشي. شوفوا معي اخوتي الصور شوف 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 دراري ما 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 تلجابة معها من المغرب والله العادي ما اعطلهمش حتى المثلة في المطر شوف شوف مدرره بالرائس كيشار وليما شوف احنا في الفين وسبعتاش شوش ندير نحنا ايه الفين وسبعتاش كرمنا الجزائر وعملنا خاوة خاوة فموهم ليه كانوا الجزائر جاوي يلعبو ضد الويدل ولكن احنا ايه في الفين وسبعتاش شوف 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 على ترحب شوف وهو ما شندارونا هو ما حبسونا اللعابة في المطار وجوعوهم تمك وحتى الصلاك يصليوها تمك شوف شوفها حاليا مقيم في المطار هو ما السابب الرئيس اللي كلخم اللي كعاهم هو هاد الرايا المغربية والجزائر ما عند حتى شي دخل في الصحراء الصحراء خليها بين المغرب والجزائر شمن حرقة عندك باش ما كتخليش الرايا واللي الخريطة المغرب ادبان علاس 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 وهنا يا شو الدراري كتصلي صلاة التقسير عمت السافر في وسط المطارة حال الحبس الحبس شوف 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 كنتمنى كنتمنى والله العظيم ديال بالصح كنتمنى ديال بالصح صراحة نهضة بركان اللعاب هات تي شورت واللعاب بالخريطة المغرب مكمولة رغما عن ان فيهم هم شنيك يقولو همك يقولوا قطعوا الخريطة ولعبوا بالنزل الخريطة ولكن نهضة بركان مغادش تطيح النزل ومغادش تبيع المعتش ان شاء الله يربي وفي السواع القليل الاتية غدي نعرفوا تشي كام شوف المطار شوف 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 احنا خوا خوا نحنا في دول اسلامية شوف شوف الزازائر محكومة محكومة ومشوفوا شنك يقول العشير على هادسي وشوفوا على مكارب كديري وشوفوا على مكارب كديري زعمال فيفا ان دوزت لهم هاد البلان هذا وقسم بالله الى الفيفا شوم عليها وسوف نسميها مكارب تهي معاهم المشكلة مشهنة ومشكلة في نهاية الميكروب شوف لماذا تخلي اللعب هادس اخبارك تطيح النبو هادم نهضة بركان هي باطلة العملية فتح يعني تحترمها وتعليل الاسلامية باطلة شوف شوف اي فريق اي فريق من الجزائر سواء البلوزدات سواء الملودية سواء الجزائر اي فريق جزائري ولا المنتخب جزائري في المغرب يحدى باحسن استقبال سواء كان استقبال امني في المطارات في اي بلاصة في القطيس معاملة جيدة استقبال جيد ولكن فاش كنت تشوف الفرق المغربية فاش كنت تشيل الجزائر شو ما صراحة هذا ماشي اول مرة دابا نقوله اول مرة عادي وقعش سؤتة فهم نطع ولكن دايما دايما لمع صغار لمع الكبار لمع منتخب صغار لمع منتخب الكبار لمع الويداد ودابا مع النهضة توي لك تخيل معلي حاليا جزائر دخلت السياسة في الكرة ما خللش نحن كنعرفه كل ما تفسيده السياسة تصلحه كرة القدم والززائر كل ما تفسيده السياسة تصلحه السياسة وخربه زياد تخرج من المعطار تغادر المعطار بسبب ايش تخيل معي او افكر يام بسبب ايش بسبب تسوني يقالك يحمل خريطة المغرب كاملة وتخيل معي بلج فيفا دوزلوم هاي تخيل معي واصلا فيفا دي جوافقت عليها تي شورت وحتى الاتحاد افريقي دي جوافق عليها تي شورت العالم موافق ان خريطة المغرب مكمولة بصحرائها الا الا الجيران محمل الناش المهم اخوتي اللي يكمل معي الفيديو حتى الاخر ادير هاشتراك الصحراء مغربية ومربوحة